وينضم إلينا من الخرطوم مرسل الغد محيد دين جبريل محيد دين إذن كيف يبدو الوضع الآن في ولاية غرب دارفور؟ صباح الخير شروق الوضع الآن في مدينة الجنينة هو وضع يمكن أن نصفه بالهدوء الذي لا ينقصه الحذر في ظل حالة استقطاب أمني حاد للقوات الرسمية واستقطاب قبل يمكن أن نقول كبير بين المجموعات التي اقتتلت خلال اليومين الماضيين في مدينة الجنينة وضواحيها خاصة معسكر كريندينج للنازحين هناك أنباء عن اشتباكات وقعت في منطقة ربما تبعد نحو 20 كم خارج الجنينة مساء أمس ولكن حتى الآن لم تصلنا أي معلومات عن إصابات جديدة أو ما إلى ذلك نظرا لسوء الاتصالات وتقطع الطريق بفعل حظر التجوال الذي تفرضه السلطات الأمنية التي طوقت المدينة خاصة المناطق التي تصاعد فيها دخان الاشتباكات القبلية الآن يمكن أن نقول أن المستشفيات بمدينة الجنينة خاصة أسلاح الطبيين ومستشفى المدينة المدني هي مكتظة تماما بالجرحى الذين تقدم لهم الخدمات وسط مصاعب كبيرة تعيق تنقل الأطقم الطبية وخاصة المتبرعين بالدم من وإلى المستشفيات في المدينة طباء دارفور قدموا نداء عاجلا لضرورة التبرع بالدم ودعم الكوادر الطبية في المستشفيات كما وجهوا نداء عاجلا بضرورة إجلاء عدد من الجرحى الذين لم يذكروا عددهم وقالوا أنهم يحتاجون إلى عمليات دقيقة في الخرطومة نعم محيط دين بالنسبة لاجتماع مجلس الدفاع ما هي أبرز الأشياء التي خرجوا بها الاجتماع؟ يمكن أن نقول شروق أن أبرز ما خرج به الاجتماع هو تكوين لجنة لتقصي الحقائق ولكن الأهم من ذلك هو قرار مجلس الأمن والدفاع بإرسال تعزيزات عسكرية إلى إقليم غرب دارفور وخاصة مدينة الجنينة التي تقع على الحدود السودانية التشادية القرار لم يسمي تحديدا ما إذا كان القوات التي تم نقلها من مواقع في إقليم دارفور ومنها الفاشر شمال دارفور إضافة إلى مدينة زالينجا ما إذا كان ستكون المهمة هي لهذه القوات فقط أم سيكون هناك إرسال قوات مثلا من المركز خاصة قوات الاحتياط المركزي تلك القوة ذات القدرة الفائقة في فض مثل هذه الاجتباكات حيث أنها مدربة على الأعمال الشرطية إضافة إلى الأعمال القتالية شروق والولاية أطلق يد القوات الأمنية في المنطقة لاستخدام القوة الكاملة لحفظ الأمن في مدينة الجنينة نعم شكرا لك محيدين جبريل مراسل الغاد من الخرطوم ترجمة نانسي قنقر